السلام عليكم أيها الأحبة تنبيه هذا الفيديو بالذات لو تم تصنيفه أنه يحض على الكراهية فأنا ما بزعل أو تم تصنيفه أن فيه شماتة فهو كذلك ولذلك لو جاني بلاغ ضد هذا الفيديو فلن أعترض بل سأعترف يا أحبة حديثي في هذا المقطع عن أبو أزمة أبو أزمة وما أدراك ما أبو أزمة منذ أن صرح هذا الإنسان أن الإسلام يعيش في أزمة وهذا المخلوق ما ترقع من أزمة إلى أزمة ولذلك أطلقت عليه لقب أبو أزمة وأحلى أزمة كانت له تلك الصفحة التي طالت خده ولعل هذه الصفحة كانت عشان ينتبه ويستيغض لكن ما زال في غفلة هذا الرجل الذي أساء لديننا وأساء لنبينا عليه الصلاة والسلام يبدو أنه يعيش هو وبلده أشد أنواع الأزمات أولا الحكومة البريطانية تلغي صفقة لشراء مئة مليون جرعة لقاح كوفيد تسعة عشر من شركة فالنيفا الفرنسية ثانيا أزمة إلغاء استرالي صفقة غواصات بقيمة تسعين مليار دولار استرالي ثالثا أزمة إلغاء سويسرا صفقة لشراء طائرات رافال الفرنسية بمليارات الدولارات لصالح طائرات أمريكية الغريب حتى سويسرا سويسرا تلك الجارة الصغيرة المسالمة ما توقع مكرون من سويسرا أن تفعل به ما فعله الأمريكان والبريطانيون والإستراليون يعني الآن صاروا أربعة في صف الخصوم أمريكا واستراليا وبريطانيا وسويسرا ثم أن القصة ليست قصة لقاحات وغواصات وطائرات فقط بل الذي يظهر أن هناك إجماع واتفاق من الجميع على لفظ لفظ فرنسا وينهاء غطرستها يا أبو أزمة خف علينا خف علينا شوي صرنا ما نلحق ما نلحق على الصفعات والأزمات التي تتلقاها كل يوم كل هذه الأزمات خلال أسبوع واحد فقط ومجموعة خسار هذه الصفقات تقدر بنحو سبعين مليار دولار تخير يا أبو أزمة خسار في أسبوع واحد فقط طيب ما هو الدرس الذي نستفيده من أبو أزمة الدرس يقول ما تطاول أحد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أذله الله وانظروا إلى مذلة مكرون هذه الأيام مكرون الذي قال بأن الإسلام يعيش أزمة في جميع أنحاء العالم فدارت عليه اليوم الدائرة حتى أصبح هو يعيش في أزمات خانقة دول العالم تتسابق إلى إلغاء صفقاتها معه وفرنسا تخسر يوميا منطقة من مناطق نفوذها والحمد لله صدق الله إنا كفيناك المستهزئين صلى الله عليه وآله وسلم